لسه برضو معاكم في ملف الطاقة الوكالة الدولية للطاقة IEA أكدت أن مصادر الطاقة المتجددة بتوفر فرص للتنمية الإقلامية وبتخلق كمان فرص جديدة في الهيدروجين الأخضر والطاقة الشمسية والمعادن الحيوية فاتح بيرول ده المدير التنفيذي لوكالة الطاقة الدولية قال أن أزمة الطاقة دفعت في اتجاه اقتصاد طاقة عالمي جديد ناشئ يوفر مستقبل أكثر تفاؤل لإفريقيا مع إمكانات هائلة أيضا للطاقة الشمسية ومصادر الطاقة المتجددة لدعم تنميتها ووضح المدير التنفيذي للوكالة الدولية للطاقة أو الوكالة الطاقة الدولية أن إفريقيا هي موطن ب60% من أفضل موارد الطاقة الشمسية الرخيصة في العالم كله كمان أن في حاجة فورية ومطلقة لتوفير طاقة حديثة بأسعار معقولة لجميع الأفريق واللي ممكن تحقيقها طبعا بتكلفة استثمارية تصل قيمتها لـ 25 مليار دولار وأن ده نفس المبلغ المطلوب لبناء محطة غاز طبيعي مسال واحدة جديدة كل عام وبيؤكد أن الاستثمارات دي بتهدف لزيادة قدرة القرى على الصمود في مواجهة فقر الطاقة وانعدام الأمن الغذائي بشكل أساسي رغم أن أفريقيا بتساهم بأقل من 3% من انبعاثات تاني أكسيد الكربون المرتبطة بالطاقة في العالم فالقرى هي واحدة من أكثر المناطق تضرورة من تغير المناخ أو الأزمات العالمية المرتبطة بيه ترجمة نانسي قنقر